السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم صل على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم نواصل ايوان احباب الكرام بهذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة الى بوراكش مع السعب العزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله ملاي جد سايد نسمع صوتك يا مرحبا يا أهل مرحبا أول مرة كان احضر معك في حياتي يا أهل مرحبا مولاي ودابا لك انت بجي الموت مبقاش في الحال الله يطول عبرك ويعلي الدرجة ديلك مولاي الله يكبر بك في الدنيا والأخيرة عندي واحد العقدة في حياتي بتكهير بتنصحنا الله يرحملك الولدين الله يفرج يا رب دابانا واحد صيد كانت يخدم معي يعني بدأ معي ياخد التعم تهالله يتفيد ارتبحل ولدي مهم من يعني يدور معي الحركة درس مال وانا ندخل الان وياه في البيع الشراء قلت ليه مغادش نضيعك مهم تنكتشف تيغضرني لا إله إلا الله بابو نحضر انا ابو الكعفاكير انا ما قدرش يدعبا نقول لي التجهز بقى في الحالة الخاطر والخيانة والعيدة بيها درس هذا مش معيات الجامع حلف ليه في الجامع هو دي بقى بيرضيني انا حسيت بيرضيني لا إله إلا الله انا كنقول هذا الانسان انا كنظر هو هذا ما واجهتوش كنقول هذا الانسان عداش هو بيرضيني انا باشر ارضي اللي خلقك اه وسخط الله تعالى بالحلف ايه ومشاء واقسمه بالله ودرسي الفقية لله للقرآن العظيم احوله لله وداري دي عليه انا قبطا نظرك لوحد الحاجة ودرسي الفقية دعم سي يشيف هاي بعينيه ايه متأكد منها واي متأكد منها ويليس متأكد حلف الله يستر يا رب وفي نفس الوقت انا هتسيد واكل مع الخوز وتواكل معي وانا بويتو يكون وحس مني لا إله إلا الله وعاطي كل شي وديد خلط تاروتي وكل وطي يشرب وزي ما دير فيه واحد تقال لا إله الله أصر الله يهدي مخلق يا رب اريد نسمعك الله يرحم وخسيدة عبد العزيز اخويا الله يفرج عليك الله يفرج عليك حيك الله بارك الله فيك وانا شوف الله العظيم القلب يعني كبير ومكبس ونتخف منها و بايد اخويا بايد فيك الحياء والحياء كي منعك أنك تدر أي إجراءات لا إله إلا الله لا حول ولا قوتين بلا الله يفرج عليك سعب العزيز أي الله يخلي لك ولي ذاتك شكرا لك أبو لي شكرا سعب العزيز نرحل لنا قضية ربما متداولة في بعض الناس أن الإنسان كي يبغي يشجع الشباب عطيل أو إنسان في مستوى بسيط كي يبغيش يشجعه على أنه يعمل وأنه يكسم وأنه يكبر هذا أولاد الخير أولاد الخير دي من كي يقول أن كل نوكل ولا شي وعد أخدم معايا ما بغدوش دي بوقع أخدم معايا بغدو حنار يعود هو احتوى من الشكرا وتوى يدير لباس هذا ما أولاد أولاد العز أولاد الأصول كي يبغي دائما يكل يوكل سعب العزيز كما جاء في كلامه دار هذا الاتجاه وهذا السيد جمع الرسول المهال ده أخدم معه المفروض أن هذا السيد هو ولي نعمته يبقى دائما يشكره يبقى دائما يقول لله لو لا فضل الله تعالى وأنسخارك لي ما كنت لأبلغ هذا المقام دائما الإنسان يشكر يشكر من تسبب له في نعمة ويبقى دائما يعترف له بهذا الفضل لكن للأسف كل الإنسان اللي كيتسرب إلى قلبه إبليس ويريد أن يأخذ حقه وحق غيره هذا هو المشكل الكبير هناك بعض الناس كي يبغي حقه وحق غيره وخواه عنده عنده ما فيه الكفاية لكن كي يجي إبليس وكي يقول لي أنت ضيع أو يقول لي أنت هتصب الفقر أو يقول لي أنت بقي ما زال ما زال ما وصلتش للمستوى لك تصل له لماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من دهب لم تغى إليه واديان ولو كان عنده واديان من دهب لم تغى إليه مثلات ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوم الله على من تاب هدي فيها تحليل نفسي من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بعض النفوس أرى عمرهم ما غنيش باع عمرهم ما غني يقول أنا اغتنيت غني يبقى يقول المليون الأول في دهو كي يحصل عليه كي يقول عشرة ملايين ثانية في دهية كي يحصل عليها كيشوف في مئة مليون الأولى في دهية كي يوصل لها غني في ثلثة مئة مليون في المليار الأول المليار الثاني أغادي عشرة الملايين حتى يفوق المبالغ اللي هي على الخيال وعمرهم ما غنيوصل عمرهم ما غنيقول اكتفيت قالك ولا يملأ جوفه من آدم إلا التراب ويتوب الله لمن تبتجي وحد ظهر وغني يطلق كله ويغادر هذه الدنيا الفانية ويخرج من حافي القدامين عاري الجسد للأسف هذه الطبيعة عند بعض الناس عليهم أن أن يعلموا بأن الدنيا جميل أن الإنسان يسعى ويجتهد ولكن لا تكون هي منتهى أمله المال مجرد وسيلة للعيش وكيف تسين علمك ووصلت انت تتعلم آخر وتوصله وهكذا شيء ووصلت شيء وهذا هو الربح المطلوب لكن ما يحز في النفس هو أن الإنسان كتدر في التقع العمياء وكتسلم جميع أمورك وتدخله إلى بيتك ويأكل طعامك وشربك وتجلسه بين أسرتك وأهلك ومالما تتكتشف بأنه يخودك أو أنه يطعن في ظهرك أو أنه يسرق مالك هذه صدمة كبيرة إيسانك يقول ماذا أفعل أنا كان قدر الساحب العزيز لأن كان شعور بيك أنه مصنوب مصنوب أنه لم يتوقع أن هذا الأمر لوقعت المشكل هو أن الساحب العزيز نلمس في كلامه أنه في خلق الحياء واللي عنده خلق الحياء صعیب أنه يقول لماذا أخطأ أخطأت ما يقدرش ماشي خوفا حياء كي يغلب عليه هذه الحياء وطبع هذه الحياء أنه خلق رفيع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لدني كل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء يبنعه من أنه يظهر العيب ديانه خليك هكذا يا عبد العزيز خليك هكذا لأن اللي في هذا الخلق الله يدافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللي عنده خلق الحياء وما يقدرش يخسر البدادي بيخسرش الخوته باش يبقى دائما في مقام رفيع باش يضعف هذا الضعيف هو اللي عنده غير الخوف أما اللي في الحياء بابعته الإيمان الصادق النقي غير بقى هكذا سيد عبد العزيز علاش هتربي وعد بالدفاع عن أصحاب الحياء إن الله يدافع عن الذين آمنوا يلكن مطمئن هالسيد الله يغفر لنا ولا كما قلت أنك أن تشتيب عينك هوك يحلف هذاك تسمى اليمين الغموس ولا عيده بالله ربما هو بغي يبرأ نفسه شاف رأسه تورط لو اعترف كان خيرا له لو قال لك فعلا أنا خضيت أنا حالت ضعف وبدأت يدية كان خيرا له غير اعترف بيدي يدي المخلوق حسن من أنه غدا يوقف بيدي الخالق ربما الله يرحم ضعفنا ربما هو ضعيف في الإيمان وما قدرش أنه يخسر لك خاطرك وسول له إبليس قال يشوف غير الله غفور رحيم ولكن الناس لا يغفرون ولا يسمحون هكذا الناس في كي تصرفوا كي يجب إبليس كي يوسوس لهم كي يقول لك غحلف ربما استغفروا يغفر لك والبشار ما يقدس يغفر لك يسمح لك لكن الله أربي عز وجل قال بأن الذي يحلف باليمين الغموس خصوصا تجار غيرهم قال لك لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم ثلاثة من بينهم المصرف بضاعته باليمين الكذب يبقى يحلف كذبا هذا النوع هم ثلاثة ملك كذب وشيخ زاني والمصرف بضاعته من يمين الكذب يعني ملك كذب يعني مسؤول كبير لا شيء كذب هو قوي وعنده القدرة على أن يقول الحقيقة فلماذا يكذب وكذبه ينطل على الجميع فياتي الضرر والتاني هو الشيخ الزاني إليك الشاب كيزلي مكين بس ربما بق صغير في الغفلاء وفي العنفوان دي الشباب وحضر عين دم ويستغفر ولكن لك الشيخ وفيه شيء متجاعين ومبقى شعنده القوة للشباب فلماذا يتجرأ على حرمات الله هذا هو كي طبق عليه والتالت هو اللي كي يميع عشر وكي يتعامل مع الناس من المعاملة وكي يحلف بل يمين الكاذب هؤلاء التلاثة قاليك الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يوم القيامة الله تعالى يولي وجه عليهم كي يبغي يقولي أربي أشوف فيها أشوف فيها غير نظرة نظرة الله لا ينظر إليه والعياد بالله السلام عبد العزيز هذا الصراع وانخلاف حول المال وهذا المال لا يسوي عند الله جداح بعوضة ولا بغربي عز وجل رايغني عبده المؤمن الصادق في لحظة لأن أبواب الرزق كثيرة تبشي من هنا يعود ربي من هنا بالعشرات هذا قاعدة معروفة عن تجار تحالب التاجر تمت سرقته ومع شركائه وقالت لا عبد ولكن حياؤه مدعه بالمواجهة ومدعه من أن يدب للشكايات ويدب إلى القضاء أو إلى الأمن ربك يا عوض سبحانه وتعالى كيف تحتعوين من جهة أخرى ثانية ورابعة وخامسة خليك هاكونا السلام عبد العزيز هو الطم للهداية هو ربما يلا دق المال وربما المال له إغراء المال كيخلي الإنسان كيتلف كلي كيتلفه النساء وكلي كيتلفه الأموال وكلي كيتلفه المناصم هذه ثلاثة مغرايات خطيرة إما المال له حلاوة كيتلف الإنسان يقدر يتذكر لأصله وحسبه ويحلف كذبا وكلي كيتلفه النساء كيل قد نساء كيضعاف يسينه نعابه وينسى أمه وأباه ولا يخشى الله وكلي كيتلفه المناصم كدقك يجري بشي يوصل إلى واحد المناصم يدفع تلاتين خمسين مليون وينوز على جميع المبادئ والقيام المهم يوصل واحتى حجمك الدوم هاتي كله غير مجرد فرقعات صابون اللي كيدوم هو المعقول هو الإيمان هو اليقين هو الصلاح هو القناعة هو الرضا ماذا علينا نفع السلام العزيز نوصك أخويا غرسبر واحتسم واحتارس احتارس يعني المال للسائم يعلم صاحبه السرقة يحتارس المال ديالك حالس ماشي مشكلة خوية تسرق يقوله تجار كبار لأثرية يقولك أي واحد تري لا بد أن يتعرض لنكسع في التجارة دياله حتى كبار لأثرية يقولك لا بد باشتعود مليونير خصيك تعرض لمرحلة دي الإفلاس لكن الإفلاس يكون في الثلاثين أو الأربعين إفلاس علاش غتتعلم منه كثير غتتعلم تحتارس وتعلم كيفية تدبير شؤون المال لا بد أنك تتعرض لشيء من هذه النكسات انت اعتبر هذه دروس تعرضت لها ومدرس شيقة زائدة احترس في أموالك لا تدخل بيتك إلا من تتيق في إيمانه لا تجلسه مع العائلة إلا من كان غضا لمصاره وطاهرا في قلبه هذه دروس كانت تعلمها من الحياة ورب يعودك خيرا بإذن الله واتسين الله يهدينه ويهديه ربما بقي غافل اللي يخليه دين هذا الأمر هذا هو الغفلة والغفلة وحنر غادي يستيقظ تهوى منها وغيتوب واحتوى ربما غايتعرض نفس الشكل يعني كما تدينه تداد وحنر حتى غادي يكبر ويعود صاحب مال وعنده تهوى حضوى ويقدر ربي عقبه صلاة عليه شيء واحد لي ضعيف ويدرفي التقاء ويختلسه تهوى من جديد وللأسف كما تدينه تداد الله يغفر لنا جميعا لسا دائما يطلب الله المغفرة ويطلب الرب ينبهد في عيوبنا والله تعالى لا يعاقب على الددوم الله تعالى لا يعاقب على الددوم يعاقب على الإصرار على الددوم الإصرار أما من در وحدن وندم وتام واستغفر فالله غفور رحيم لكن من أصر هذا كبقى دائما هذا والمعندم قال ابن عباس رضي الله عنه قال لا تومة مع إصرار ولا عقابة مع استغفار لا تومة مع إصرار ولا عقابة مع استغفار لا يغفر لنا جميعا أطلب الله يغفر لنا وله ويعودك خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا